أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تميز العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والكوايت جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الكوايتي عبدالله اليحية تناول اللقاء جهود تطوير العلاقات الثنائية لسيما من خلال اللجنة المشتركة بين الدولتين كما تطرق إلى الأوضاع الأقلمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة وأكد رئيس السيسي استمرار جهود مصر بتعاون والشراكة مع قطر والولايات المتحدة لتعزيز فرص التهديئة من خلال التوصل لتفاقن لوقف إطلاق النار بشكل فوري بقطاع غزة وذلك بما يسمح بإدخال المساعدات لأهالي القطاع وإيقاف التصعيد الإقليمية وقد تمنى رئيس السيسي المواقف الكويتية الداعمة للقضية الفلسطينية ومن جنيبه أشاد وزير خارجية الكويت بالدور المصري المحوري في جهود استعادة الاستقرار بالمنطقة كما تم الاتفاق على تأكيد ضرورة تحل الأطراف كافة بالمسئولية لوقف نزيف الدم ومنع تساع نطاق الصراع في الإقليم